الخبر اللي لنا أو التزام علينا يعني الخبر اللطيف اللي معظم الناس العاملين في القطاعات الحكومية في الدولة هاي منتظرينه ومتوقعينه بالمناسبة الخبرين النهاردو كانوا حصيلة اجتماع مجلس الوزراء اللي صدرت من خلاله قرارات مهمة جدا الخبر الاول لصالح المواطن أو تحديدا الموظف وحقوق الدولة هو زيادة العلوات السنوية بدءا من 1 يوليو ده الخبر زي ما اتفقنا اللي لنا الموافقة على زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل وإقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلوات للموظفين وإقرار مخصصات مالية للتعينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم لو الخبر ده نقف عنده نقف نلاقي انه استجابة لكتير من المناشدات طبعا الحد الأدنى للأجور ده الكرامة والحياة الكريمة والحد الأدنى العادل اللي احنا نقبله للمواطن المصري واللي عارفين انه كمان عايزينه أكتر وأكتر انا بفتكر دايما كلمة سيادة رويس لما قال انا اتمنى انا مش هسكت لما يبقى دخل الفرض غالبا قال رقم كبير حوالي 20 ألف جيمسا مش فاكرة بس اقصود احنا عارفين والدولة عارفة تحديات الحياة والمصاريف اللي بتزيد وعارفين انه كل قرارات التقيلة أحيانا على المواطنين الخاصة بإعادة توزيع منظومة الدعم تقيلة كمان على الطبقة المتوسط فعشان كده قرار الحد الأدنى للأجور مهم جدا والجزء المهم جدا فيه موضوع التعينات الجديدة كل الآلاف اللي بتقول المعلمين النقص الحاد في المعلمين النقص الحاد في مخدمي الخدمات الصحية تفتكروا كان سببها ان الوزارات متهونة في انها توفر عمالة الحقيقة لا كان سببها انه ما كانش فيه ميزانيات مخصصة لده فالوزارة مثلا تبقى عاوزة لكن ما عندهاش ميزانية تدفع مرتبات للأعداد دي عشان كده احنا زعلنا قوي مثلا في فترة من وزارة التربية والتعليم لما قالت نفتح الباب للتطوع لكن الأجر قليل جدا الدولة قدرت تبقى حضرة بقوة في المشهد ده وتقول لا يبقى فيه تعينات ويبقى فيه كوادر تاخد أجر عادل أو على الأقل تبتدي من الحد الأدنى للأجور وانت طالع بإذن الله